مرحبا بالجميع مرحبا بكم في قناة الحميلي. اذا ان شاء الله من خلال هذه الحلقة سنجاوب على واحد جوج دي الاسئلة اللي دائما تتجيني في الرسائل اللي هي هل يمكن ان تكون هذه السنة سنة بيضاء? وهل يمكن ان نمتحن فقط في الدروس الاولى للدورة الاولى? هاد الاسئلة هذه تجيب بشكل يعني اه بزاف قع فبالتالي قررت انني باش ندير عني حلقة خاصة بها باش نجاوب على هذه الاسئلة اللي حقيقة اسئلة مشروعة او يعني اي واحد من حقوق انه يعرف اه يعرف الجواب ديها. اذا هل يمكن ان تكون هذه السنة سنة بيضاء? هل نجاوبه على السؤال الاول? اذا عدنا جوج دي الحالات. الحالة الاولى. اذا فرج هذا الغم واختفى هذا الوباء. وهذا الشي اللي كانت منه. شنو هدي تكون? ستستمر الدراسة كما كانت في السابق مع تخصيص حصص للدعم. اذا نغيقصو الاسئلة دا حصص للدعم وغيقبلو الدروس ديالهم بشكل عادي وبحل لما كان اه تحشى. الحالة التانية. اذا استمر الحال كما هو عليه الان ولا اه نتمنى حصول اه ذلك طبعا. فغالبا كما قال احد المسؤولين في وزارة من وزارة التربية الوطنية في احد صريحاته ستجرى الامتحانات في قاعة كبيرة او في فضاء عام شاسع. اذا للاجابة على هذا السؤال هذا لا يمكن لهذه السنة ان تكون سنة بيضاء. بناء على هذا الشيء اللي غنقول دابا اه اللي قلت دابا اللي غنقول من بعد. الاجابة على السؤال التاني لان الاجابة لسؤال الاول والسؤال التاني هم هم مترابطين. اه هل اه سنمتحن في الدروس الاولى الدورة الاولى فقط. فاذا اخذنا بي الاعتبار هذه النقاط. انتم غادي تشوفوا اه هاد النقاط هذي. اه اه الاخذينها يعني بالاعتبار فهذه نوصلوا الجواب اللي هدنا لكم في الاخير. اذا نسبة الانجاز الدروس وصلت ستين في المئات قريبا. مسألة التانية تتم الدروس تنجز حاليا في القنوات المغربية. وعلى عدد من المنصات التي اعلنت عليها الوزارة. وشنو? وانتم مطالبون باش انكم تدخلوا لهذا الدروس هذي. ايدا شنو كان سنجو? مسألة ان امتحن في الدروس الاولى للدورة الاولى لا اساس له من الصحة. ما دم ان الوزارة علنات على واحد المجموعة من المنصات وطلبات منكم انكم تدخلوا باش تبعوا الدروس ديالكم. وبما ان نسبة ديال الدروس ستين في المئة انها تنجزات. ايدا السؤال الاول لها واشد السنة غتكون سنة بيضاء ما يمكنش لان الدروس تنجزات ستين في المئة. او ما يمكنش ايضا لانكم انتم كتبعوا الان والوزارة ديالها يعني واحد المجهود كبير. والى حدود الان را خرج بالاغ ديال الوزارة كتقول بان اه المنصات غتبقى ودخلوا لها بلا كونيكسيون. يعني بلا انترنت بامكانكم انكم تدخلوا وتشاهدوا الدروس ديالكم. غير فقط ما شنو عندك غير التعريف ديال السنة بيضاء. السنة بيضاء ما يمكنش تكون لانا آآ لانا آآ كتكون الا في الحالات النادرة اللي ما كيكونوش يعني آآ تنجزو الدروس يعني واحد النسبة مثلا ديال آآ فقط يعني تنجزو غير آآ عشرة في المئة ولا عشين في المئة ديكسا ممكن والوزارة اللي كيكون لها الحق ذلك انه اشتعلم على سنة بيضاء او الا مشي سنة بيضاء. اما في هذه الحالة فتنجزو تقريبها ستين في المئة ديال الدروس. اذا ما كين لاش? انكم تعملوا رأسكم بهذا الخرفة بهذا التخرب ايق هذا. لي آآ تيرو وجولوا عداد يعني من من تلامد. اذا فا نتمنى انكم تشاركوا في القناة وتفعلوا زر زر الجالس باش توصلوا بالجديد والى الحلقة القادمة.